بعد قطاعة استمرت سبع سنوات تحيد إيران فتح سفارتها في السعودية الثلاثة وفق ما أفادت به طهران ومصدر دبلوماسي في الرياضة بعد نحو ثلاثة أشهر من الأحلال الذي وصف بالمفاجئ عن اتفاق بين البلدين على استناف العلاقات الدبلوماسية وسيعاد فتح مبنى سفارة الإيرانية السابق الذي كان مغلقاً لسنوات بعدما تم ترميمه بالكامل مؤخراً سيعاد ثلاثاء والأربعاء رسمياً فتح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة ومكتب ممثل إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي يتهاد بعدما توصلت إيران والسعودية في العشر من مرسى الماضي إلى اتفاق برحاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتهما وتنفيذ اتفاقات تحاون اقتصادي وأمني موقعة منذ أكثر من عشرين عاماً وقد تلقى رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضعوة لزيارة السعودية حسب تهران بينما أعلنت إيران أن هدعت العاهلة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة إيران ترجمة نانسي قنقر